استضاف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية استضاف ندوة جديدة ضمن فعاليات منتدى ثقافة وإبداع حول الكاتب الصحفي والسيناريست الراحل صابري موسى وخلال الندوة تم إلقاء الضوء على سيرة صابري موسى صاحب الإنجازات الصحفية والإبداعية المتميزة والرائدة في مجالات القصة والرواية والكتابة للسينما بعدد من السيناريوهات لأفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية منفرد في كل شيء حقيقة سواء في الصحفة ورحلاته إلى الصحر والبحائرات أو في كتابة السيناريو وهو عمل أعظم أفلام للسينما المصرية البستاجي والشامية وأنجلو مهاشم وقهر الزلام حبيب أصغر مني وعمل أول فيلم ألوان لوح حبيب أصغر مني كان قصة كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس ولوه أفلام عربية نعمل أصور أناخب ونالشمس يعني هو له بصمات حقيقة وصنف رائد أدب الصحراء لأن أول كاتب يحصل على تفرغ من وزارة الثقافة الإقامة في الصحراء والكتابة عنها وأيضا البحيرات السيد صابري موسى يعني واحد من أهم المبدعين المصريين صحفيا وروائيا وسينمائيا والحقيقة هذا الرجل يعني صاحب بصمة مهمة يعني في تاريخ الإبداع الكتاب يتنول كل جوانب إبداعه صواء الصحفية كصحفي كان واحد من أهم صحفين مجلة صباح الخير كروائي واحد من أهم الروايين المصريين ولو رواية فريدة اللي هي فساد الأمكانة يعني واحدة من أهم الروايات في تاريخ الأدب العربي وكاتب سينمائي مهم كسيناريست الحقيقة صاحب أفلام مهمة يعني تسكن في الوجدان المصري زي البستاجي وأنديل المهاشم وحدس النصف متر فالحقيقة احنا قدام كاتب مهم جدا وصاحب تجربة ويحتاج كتب مش كتاب واحد يعني الحقيقة يا سيد صابري موسى تاريخ طويل من العطاء وتاريخ طويل من الكتابة الإبداعية الجدة سواء في كتاباته الصحفية أو في كتاباته الإبداعية في القصص القصيرة والروايات والسيناريو وسمي ساحر الكلمة لأنه هو بيلعب بالكلمة يعني هو قدر أنه يحول بعض الأعمال الروائية اللي أستاذ يحيحقي إلى أفلام زي فحتى يحيحقي يعني الحياة فيه شهادة لي على الأستاذ صابري موسى قال أنه هو اللي وصل إبداعاتي للجمهور موسى